اشتركوا في القناة كلها دلوقتي في حالة اندهاش هو ايه اللي جرى للناس و ايه اللي جرى للانسانية و عشان كده ده ما ينفعش يفوتنا و احنا بنتكلم و احنا بنقرأ قراءة حضرية لكل اللي بيحيط بينا و احنا بنقرأ قراءة بتجمع ما بين الشريعة و الدين و الاجتماع البشري هنشوف حاجة مهمة جدا هنشوف ان الابحاث العلمية قالت لنا ان الانسان المتوحش هو ذلك الشخص غير المتحضر اللي بيطلق العنان لغرائزه العدوانية العنيفة تجاه الاخرين و من ثم يختلف عن نظير المتمدن الذي يخضع للقواعد و الضوابط بفعل اختياري و علشان كده المجتمعات الحديثة قابض على فرض القانون و معاقبة الخارجين لمن ظهور مجتمع الغابة الكلام دوت احنا بنقوله الابحاث العلمية هي اللي قالت الكلام ده في تعريف الانسان المتوحش بس كنت انا دايما بقول ان فكرة التوحش دي ما اصبحتش بهذه الشراسة اللي ممكن نتكلم عنها مازال الانسان انسان لكن اللي انا عايز اقوله اللي انخفاض اللي احنا شفناه في التعامل بالانسان التعامل الانساني مع الاحداث اللي احنا فيها دي ما كانتش يمكن ان هي تمر فيه تاريخ جديد بالكتب واهم ملمح من ملامح التاريخ ده حقيقة مهمة لازم نوقف عندها الحقيقة بتقول ايه الحقيقة مع الدراسات الكتير الموجودة بتقول ان فيه تاريخ للتوحش بيكتب احنا كان عندنا ظاهرة اسمها ظاهرة التوحش بتعيش مع مين بتعيش مع الكلام عن الارهاب بس احنا دلوقتي بيكتب دلوقتي وصف وحالة جديدة من حالات التوحش توحش الكيانات توحش بعض الكيانات اللي بتزعوا من هي دولة فبيكتب دلوقتي تاريخ التوحش كانوا دايما العالم الغربي كان بيوصف اعمال داعش بالتوحش وده صعيح لان الناس دي مؤمنة بكتاب عندهم اسمه ادارة التوحش وبيوضحوا فيه ازاي يستغلوا الوحشية اللي بيعملوها علشان يخوفوا الناس ويهجرواهم من بيوتهم ويخليهم ييقاسوا من المقاومة احنا كمان عندنا نفس الكلام واحنا شفنا لما بعض الناس من المتوحشين لما حرقوا الناس احياء وقطعوا الناس الى اشلاء نفس الكلام بيحصل دلوقتي ما ينفعش الباحثين يتجاوزوا ده وما يقفوش عند ده هنا لازم نقول ان احنا وصلنا لمرحلة اني زي مكان المتوحش الداعشي يشرع ان توحشه الان المتوحش في الكيان بيشرع ان توحشه هذا التوحش والزعم ان ده هو الحق ويقول للناس اصلي انبياءنا ورسلنا هم اللي بيعلمونا ده ده طبعا بيقول ان احنا بدنا ننتقل الى مرحلة شنيعة لان كل الانبياء جنب الرحمة وعلى رأسهم سيد مرسلين صلى الله عليه وآله وسلم اللي وصف الله سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وهنا عايز اقول للناس كلها هو ايه الفرق بين داعش وبين العصابات السعودينية جيش الاحتلال شفنا اشلاء ناس وشفنا ناس ما لهاش راس وشفنا عائلات كاملة بتتحط في كفر واحد ده خياله عائلة من خمس اشخاص او ستة اشخاص محطوطين في كيس اشلاء اللي في هضله منهم انا بشوف الامور دي مقصودة ان يتم تداولها مش بس عشان يتم تداولها عشان توسيق الجرائم لكن بيتم تداولها كمان من العدو الوحشي علشان يصنع تاريخ للتوحش جديد يستخدموا في ارهاب اخواننا في فلسطين ومش بس في فلسطين ده كمان في المنطقة بس في الحقيقة انا عايز اقول انك فهم غلط لان احنا مش بنخاف غير من اللي خلقنا وكل اللي بيحصل ده لا يزدنا الا ايمانا بفرج الله ونصر الله سبحانه وتعالى ورجوع الحق اللي اصحابه احنا عارفين ونعلم كله عارف ان الكيان ده بتحكره بتحكمه افكار يمينية متطرفة ولك ان تتخيل ان هم بيسلموا المدنيين سلاح علشان يقتلوا اخواننا الفلسطينيين دي مرحلة شديدة الصعوبة من التوحش ما بقاش توحش الجماعة بقى توحش ما يسمونه بالدول او الكيانات التوحش ده بكتب تاريخ جديد للانسانية وهو شرعانة التوحش ولقين العديد من زعماء العالم منفكريهم بيطلبوا صراحة من التصدي الى هذا التوحش الصهيون هذه الوحشية تعتمد فقط على السلاح والفتك بالابرياء والمبالغة في الشدة وكل الامور دي انا اسف اللي بتوصف بانها اعمال قذرة اللي اتحقق هذا التوحش مش قادر اشوفهم غير في قولي تعالى واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرص والنسل والله لا يحب الفساد والله الله لا يحب الفساد وهذا الفساد ليس مدعوما بأي دين هذا الفساد يكرهه الله ولا يدعم اهل واهم ملمح من ملامح التوحش ده ان توحش مبني على الحقيقة على تكريس حقيقة بتنبني على فكرة المظلومية مظلومية كبيرة في التاريخ لليه وانهما على مدار التاريخ متهضين ومظلومين ومقتلين الى اخر المظلوميات اللي دايما بقول عنها ان هي سلاح المتطرفين الاول سلاح الارهابيين الاول في كسب التعاطف واستقطاب المناصرين وانا ببحث في التراث الاسلامي لقيت ابن خلدون في مقدمته العجيبة تعرض للكلام عن التوحش وحط في مقابلة التوحش التقانس انا بشوف ده انها دقة بالغة في وصف التغييرات التي طرأت على الاحوال الاجتماعية للامم احنا نفسنا الناس يعيشوا في تقانس وسلام اللي دعا الى الاسلام دينا مش بيقول الاصل هو الصراع والتوحش وانما بيقول الاصل هو التقانس والسلام انا اقول حاجة التقانس السلام بيعملوا مركزية ما اتى به حضرة النبي اللي هو ايه نحن نقول ان الاصل الرحمة ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فالمعنى المركزي في هذا الدين هو الرحمة الرحمة اللي تجيب تقانس والرحمة اللي تجيب سلام احنا بنقول بشكل واضح لا يمكن العالم هيشوف سلام ولا تقانس الا اذا تم القضاء على ثقافة التراث على ثقافة الصراع والتوحش والتحاول الى ثقافة الحوار والتقانس لو عايزين ده فالحل ان احنا نعيش بمقام الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يروك فطول ما فيه مراقبة لله ومرعا للضمير ومرعا للقيم ومرعا للأخلاق ومرعاة لمبادئ الإنسانية وقوانين الله في الحياة اللي جاءت بيها كل الأديان اللي بتدعو للرحمة والتعايش والعيش المشترك ونبذ الكراهية والتمييز والانصف والعدل هنلاقي العالم الرحيم المتقانس المليء بالعمران أنا تكلمت كتير عن العمران أنا ليه بقولي الحلقة دي بقولي الحلقة دي عشان نعرف ونأكد على مفهوم صناعة التوحش مش إدارة التوحش هناك مفهوم جديد الآن يكرس وهو صناعة التوحش بيكتب تاريخه دلوقتي صناعة التوحش دي بيكتب تاريخها وبيتعمل لها قبول في العالم وهو ده الخطر الخطر الجديد أن يبقى التوحش بعد ما كان محصور في جماعات منبوزة يتحول التوحش ده إلى القبول العالمي هي دي الخطورة اللي صناعة تاريخ للتوحش تاريخ لصناعة التوحش وعشان كده لازم نشوف ده وإحنا بنقول إن القرآن أتى بكلمة العمران وعلى إيه وهو بيتكلم عن بداية خلقنا واستمرار خلقنا وبيتكلم عن العمران هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واصف البيت الحرام بالعمران وعشان كده لازم وشوف كده هو والبيت المعمور يبقى إذن لازم الكلام عن العمران سواء الكلام عن البيت الحرام أو حتى شوف لهو بيتكلم على حتى السماء فيها عمران والبيت المعمور عشان يقول لنا إن العمران ده مركز في حياتنا لما بيختل العمران إيه اللي بيحصل؟ ينتهك الإنسان وتضيع كرامة الإنسان وأي حد يحاول يعيش بفكرة التوحش والإفساد وإرهاب وإرعاب الناس وتخوفهم جزاء واضح في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجولهم من خلاف إيه ده؟ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إيه الجزاء الضخم ده؟ قال له لأن التوحش يذهب الإنسانية وهذه الإنسانية صناعة ربانية فملعون من هدم بنيان الله وملعون من صنع تاريخا للتوحش الفساد والتوحش والأتر والتخريب ملوش غير نهاية وحدة هو الزوال هيزول ده لا محالة والعذاب الأنين في الآخرة شوفوا كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ عن من أراد أن يصنع تاريخا للتوحش الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لاب المرصاد إيه؟ يعني هلاك في الدنيا وعذاب في الآخرة نعمل إيه؟ عشان نقوم هذا هذه جريمة إنسانية لابد أن تسجل لابد أن تسجل نحتاجين أبحاث تسجل هذه الجريمة الإنسانية أبحاث ترصد هذا هذه الصناعة الجديدة صناعة التوحش إحنا انتقلنا من إدارة إلى صناعة خلاص بقى منتج جديد اسمه منتج التوحش كانوا هناك التوحش موجود وبنديره لأ دلوقتي بنعمل إيه؟ هنصنع التوحش وبعد كده هيبقى ده منتج منتج مش بس عندنا ناس توحشوا وبنديرهم لأ إحنا كمان هنبتدي نعمل إنتاج وفير من التوحش ولذلك إحنا لازم نرصد هذه الجريمة لما نقول إن دي ممارسات تصل إلى جرائم الحرب لازم الحاجات دي تترصد تترصد لإن ده هو الحل الوحيد عشان الناس دي تساءل ولما نيجي نقول إن المسألة لازم تحل لازم هذه المسألة تحل بعيدة عن التوحش كل هؤلاء الناس عندهم حقوق والناس دولة هيفضلوا في أرضهم ولازم نقول لهم إن التوحش ده مش ممكن نجيب نتيجة بإني يجعل الناس تترك أرضها ما حدش هيترك أرضه الأرض هتفضل عامرة وهنفضل نعبد الله بالعمران في الأرض ونحافظ على الأرض لأن الحفاظ على الأرض عرض فالحفاظ على الأرض لا يساوم عليه وعشان كده لابد من تسجيل هذا تسجيلا علميا دقيقا يعني إيه نسجل هذا زي ما احنا عملنا كده نسجله بدراسات بتقول إن ده أدي إيه خطر على الإنسانية أدي إيه خطر على الأديان أدي إيه خطر على الإنسانية كلها وإزاي ده هيولد في المجتمعات زواهر عملة زي بالضبط كرة اللهب الناس اللي مش بيقفوا قدام هذا العدوان مجتمعاتهم ليست آمنة لأنها يعملوا إيه لما المجتمعات دي تتبنى التوحش باعتبر إن إحنا كان زمان البقاء للأقوى أنت دلوقتي الإنسانية كأنها بتروح نحية البقاء للمتوحش لازم ده يقاوم لازم ده يقاوم بإن الإنسانية ترفض ده وإن الأبحاث الألمية بتقول إن المجتمعات هتروح في اتجاه اللا راجعة أنت كنتوا لسه بتتكلموا على خطورة الميتافيرس وخطورة كمان الزكاة الاصطناعي على البشرية أنا أقبل لكم لو عايزين نتكلم على المخاطر على البشرية لازم نتكلم على مخاطر التوحش صناعة التوحش قبل أن نتكلم عن مخاطر الميتافيرس ومخاطر الزكاة الاصطناعي لازم نتكلم عن مخاطر التوحش مخاطر التوحش اللي هتخلي الإنسان يفقد كل القيام مش هنبقى ساعتها محتاجين لمصايب الميتافيرس ولا مصايب الزكاة الاصطناعي أو مش هنقدر نستثمر في الميتافيرس ولا نقدر نستثمر في الزكاة الاصطناعي عشان التوحش احتمال كبير ما يبقاش فيه انسان حتى لو بقيت سورته تعالوا نحافظ على الانسانية وتعالوا نقف قدام هذا التوحش بكل ما يملك من قوة علموا اولادكم الرحمة علموا اولادكم ان هذا الدين الذي يتمسك بقيمه هو يتمسك ببقاء للانسانية كلها اللي بيتمسك بالرحمة واللي بيتمسك بعونه لاخوانه اللي بيقومه واخوانه اللي بيتحملوا توحش الناس دي احنا مش بنحافظ عليهم بس هم احنا بنحافظ على بقاء الانسانية يا سادة كل اللي لابد ان نتكاتف لمنع التوحش لان التوحش لا يبقي ولا يزر لا يبقي انسانا ولا يبقي اخدرا ولا يبقي اخدر ولا يابس لا يبقي شيئا لا يبقي الا الدمار لا يبقي الا الاشلاء لا يبقي حتى من الإنسان إلا صورة مهما كانت الصورة دي محطوط معها تكنولوجيا محطوط معها تقدم لكنها يبقى من جواها خواء أوه تحافظ على التقدم من غير ما تحافظوا على الإنسان الإنسان ما بيعيش شغير بالقيم والمجتمعات ما بتبقاش غير لما أهلها يكونوا محافظين على منظومة قيم على رأسها الرحمة والخير والجمال وده كله اللي بيهددوا التوحش يا رب ارحمنا من هذا التوحش وبعنا من أهل السباد على الرحمة وعلى التمسك بالأرض والعرض في مقاومة هذا التوحش اللي هو في الحقيقة نجاش غير من أفكار إبليس اللعين وجيشه يا رب احفظ بلادنا من كل مكروه وسوق واحفظ إخواننا من توحش المجرمي ألقاكم بعد الفاصل وأتلقى أسئلتكم المباركة ونضيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج والله تعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة وتفضل جسل ممدود بنا تبقى به مجالس العلم وتبقى هذه المجالس محل النظر الله سبحانه وتعالى اللي بيمندنا بمدده ونسأله دائما التوفيق ونتلقى أول سؤال معنا من دكتور حلمي من الإسكندرية دكتور حلمي السلام عليكم عليكم سمعا كده بس دكتور حلمي اسمح لحضرتك بس نوطي التلفزيون ونسمعني من التلفزيون اللي تكرمت تحت أمرك يا دكتور عمر الحقيقة تعليقا على كلام حضرتك في التوحش الإنساني للأسف رجال الدين اليهودي المتطرفين بيجيبوا أجزاء من التوراة بتدفع الجيش الإسرائيلي لاستخدمها كحجق دينية احنا ردنا في حلقة على الحاجات دي يا دكتور حلمي يعني احنا في حلقة جبنا كل الأدلة وبينا أن بالعكس بالعكس العهد القديم بيأكد أن الكلام ده هو كلام باطل وغير حقيقي ولكن لو تفضلت 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 الأيام للأسف حضرتك بعض رجال الدين بتتحلل لهم القضاء على القوارير لأنها حملت بذرة المكافحين اللي هيطلعوا من الأجيال القادمة وعشان كده أحلوا لهم القضاء على الأطفال والنساء للأسف بوازع ديني باطل من بعض الحاشمات المتطرفين تسمح لحضرتك تسمح لحضرتك دكتور حلمي إن شاء الله نعمل حلقة وجزء من حلقة للكلام عن هذا الموضوع طيب اسمح لحضرتك أنا لها سؤال بعد إذنك تفضل لدكتور حلمي أنا عندي ثلاث أولاد أنا رجل أرمل وعندي ثلاث أولاد الحمد لله كلهم في مناصب مرموكة وماديا كلهم استريحين أقلهم الأصغر واللي هو قاعد معايا وهو ظابط في القوات المسلحة طيب ولم يتزوج إلى الآن بنا يبركلك فيهم جميعا الله يكرمك والشقة اللي أنا موجود فيها دي تمليك كان من فلوسي وفلوس أمهم الله يرحمها نعم هل لو كتبت هذه الشقة لابن الأصغر لأنه أقلهم دخلا طيب وهو الذي لا يتزوج هي خلاص بعد الزواج بقت ملكة حضرتك كاملة ولا هي أصلا ملكة حضرتك كاملة لا هي بإسمي أنا طيب خلاص يعني ملكة حضرتك فحضرتك بتسألني لو أن حضرتك كتبتها للأخ الأصغر لأنه الأكثر احتياجا فعل ده جائز تمام كده وخاصة أن والدتهم كانت مساهمة معي في الشراء خلاص أنا أعجب على حضرتك يا دكتور حلمي ده اسمه يا جماعة ده اسمه التصرف في حال الحياة والتصرف في حال الحياة محتاج حكتين أن يكون الشخص كامل الأهلية وأن يكون الشخص كامل الملك فله أن يتصرف كما شئت فلذلك يا دكتور حلمي يجوز أن أنت تكتب هذه الشقة لإبنك وهذا ليس فيه اسم وليس حراما لأن أنت يجوز أن أنت تتصرف في ملكك كيفما شئ ولا علاقة لهذا بالمراس الناس متصورة أن كل ما يملكه الإنسان عندما يكبر في السن يبقى نوع من أنواع المراسة هذا غير صحيح لأن المراسة عندنا لابد فيه من شروط الشروط أن يبقى فيه تاركة أول حاجة يتوفى المؤرس ثم يكون هناك حيال الوارث ثم تكون هناك تاركة أما وإن ما فيش وفاة فأنت تملك مالك ويجوز لك أن تتصرف في ملكك كيفما شئ ومسألة التسويم بين الأولاد في العطية ده هذا من قبيل المستحب ده إذا كانوا متساويين أما إذا كان فيه معنى من المعاني يخليك ترجح حد على حد فيجوز لك أن تفعل هذا بغير حرمة ولا كراخ نعم معانا السيدة أم مصطفى من الجيزة حاجة أم مصطفى سلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي حاجة يا حضرت الشيخ تفضلي صلاة وأسكى السلام علي الصلاة وأسكى السلام أنا أبي أبي عيان عن بحساسية نعم 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 أنت هو دلوقتي عايز يعمل قرض عشان يسدد دينه صح كده؟ اي اي طيب هو مضطر يعني احتمال فيه احتمال حبس أو شيء من هذا القبيل؟ اي اي طيب إذا كان فيه أضايا مقدمة نحو أو شيء من هذا الحبس فإذا كان هو مش هيجيب الفلوس دي لا على مشروع ولا هيجيب الفلوس دي على خدمة ولا هيجيب أي حاجة هو في الغالب دلوقتي البنوك ما بتديش حاجة اسمها قرض لازم يقول السبب اللي هو من أجله هياخد الفلوس دي بدل هو السبب دي فبقى أصبحت الفلوس دي تمويلة اما وانه لو خد فلوس دي بغير سبب فهو يجوز لي للتخلص لان عندنا الضرورات تبيح المحذورات وعندنا قاعدة مكملة اسمها ايه؟ ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة فيجوز له ان يفعل هذا تخلصا من مشقة المشقة البالغة المتمثلة في الحبس والسجن فيجوز له ان يفعل ذلك للتخلص من هذه المسألة والله اعلم معانا السيد محمود من الأقصر الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل ايه سيد محمود بص يالله انا معي يعني مشكلة انا عقوي يعني هي الأكبر يعني طي انا بص يعني يعني بشتغل عام الوجر وكذا يعني انا كد حالي الحمد وبقول الحمد لله ربنا يوسع عليك وان شاء الله ربنا يكرمك بص بنام الواحد بطها من النوم وبتنفى طوباء وبشرب بقول الحمد لله على اي حاج ربنا يزيدك بلان يزيدك كرم وريضة يا رب تفض بس انا فلت الرحل باول حاجة انا يعني اي حد يعني لو حد مع جاري كويت الحمد لله مع اقصار ببعاد مني بودهم وبرون عنديهم اي حد يعني اي حد قريبي لازم بصر الرحل معه لكن اخويا الاطبر دي يعني ظلمني اكثر بكل ما اعمل معي حاجة يعني اختصر منه وما كلمهوش وبعد كده ارجع له ثاني يعني الحالين اضرقيت يدي اخل ما بكلمهوش طيب فين سؤالك فين سؤالك استاذ محمود انا خلاص انا كده جبت اخري معه يعني مش عارف انا اعمل ايه يعني انا ما بكلمهوش وزا اخويا يعني اجرب حي دي فانت بتسألني اعمل ايه وانا جبت اخري انا خلاص انا مش جادر اصلا اشوفه اقرا قدامي طيب انت بتسألني اعمل ايه اه هقولك اجاوبك اجاوبك يا استاذ محمود اولا انت لسه ما جبتش اخري بدل اه ليس الواصل بالمكافئ زي ما حضرت النبي قال ايما انت لسه فيك لسه عندك نفس لسه عندك نفس هي كل حكاية ان النفس دي هتجيبه منين تجيبه بالصلاة على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تجيبه بانك انت لما تعمل كده بتعمل كده لله ظلمك اه ظلمك ولكن ايه اللي حصل ما تحرمش نفسك من انك انت توصله توصله حتى في المناسبات توصله حتى باتصال بالتليفون توصله حتى بانك انت تدعيله بس لازم توصله لان الواصل ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها فلذلك الا حاصل لسه في نفس ولذلك الا حاصل خليك انت الاحسن خليك انت احسن وخليك انت كريم الاخلاق وخليك انت حتى لو هو ظلمك وصله وصله ولو باتصال فانت بتقول لي ايه الحكم وصله ولو باتصال وصله ولو بدعاء وصله ولا تقطع نفسك عنه ليه اللي زي حضرتك يا سيد محمود وهو ده تبقى احد اسرار قوله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها ان في ناس مش هينفع لها غير كده فالشرع الشريف جعل النفوس الطيبة ديت والنفوس الجميلة دي جعل الشرع الشريف يسير في هذا الجمال فما تحرمش نفسك من الجمال ده استاذ محمود ويلا تتوكر على الله ووصله هتقول لي مش قادر لما تيجي ترفع سماعة التلفون وتتصل به تطمئن عليه صلي على اقل عشر مرات على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم والمصرين قالوا العبارة العجيبة الغريبة اللي هي من توفيق ربنا صلى على الحبيب قلبك يطيب هتجد قلبك طاب لانه صلى على الحبيب قلبك يطيب جاي من قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي اجعل لك يا صلاتي كلها قال اذا كفيت همك ووقيت فصلى على حضرت النبي واتصل به لما تشوفه صلى على حضرت النبي وابقى بص له يا سيدي هتجد نفسك طيبة وان شاء الله ده شيء مجرب وربنا يبارك لك استاذ محمود استاذ النجلاء تتفضل السلام عليكم وعليكم السلامة ورحمة الله بركاته ايوة يا فندم لو سمحت حضرتك انا خلفت ابنيه على سن كتير عندي وضوح الى بس جيته على 42 سنة طيب وكنت نادرة له عقيقة بس جيت نوتها بس جيت الامر ان انا مقدر الفلس دي الجوزة تسرف فيها ومقدرتش اعملها طيب يعني انت دلوقتي قلت لله علي ان انا اعمله عقيقة ايوة 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 ان شاء الله ان انا اعمله عقيقة ونويت وجيت والفلس كتبت ده معليش بس معليش انت قلت ايه انا قلت ان شاء الله هعمله عقيقة طيب وكده دي بقى انت ما نرى ذا لم تنذري ولكن انت قلت ان شاء الله لما يحصل كده عامل كده لكن انت ما قلتش لله علي إن أنا أعمل عقيق ولا أنت كنت عايزة ولا أنت كنت عايزة طب قولي لي أنت عايزة قولي لي بتسأل عن إيه يا أستاذ النجلاء أنا بس أنا خير أنا لو ما قدرتش أعمل هانو لو تعجبست على عميلها لأن الدنيا دي ما حضرتك يعني أحوال بتتغير يوم عن يوم حال ده هيبقى علي بزنب أو مثلا إبني ممكن يحصل له حاجة أو كده عجوبك 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 وأنا بس عايزة أقول لك حاجة قبل ما تقفلي إحنا عندنا طيب خلاص بعد ما تسأليني السؤال التاني عبقى أسألك السؤال اللي أنا عايزه من السؤال الأولى نتفضل السؤال التاني يا أستاذ النجلاء بالنسبة للأحلام أنا دايما أحلم إن أنا مع رجل تاني وابني مش معاية وابني مش حبة تانية ودايما أم أزوعة كده من النوم هو ده ابنك الوحيد ولا أنت عندك أولاد تانية غير ابنك اللي خلفتيه 42 سنة ما عنديش حد تاني ما عنديش ألقائي بس هو مركز حاجة كلها ما هو دهت المشكلة موديلة كنت أكلمك عليه دلوقتي إحنا عندنا قدر كبير جدا 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 من الوسواس إحنا عندنا وسواس صح كده تمام أيو أيو ما شاء الله ما شاء الله يبرك لك فعلنا الفتة دي عندي طيب أنا أجاوبك أجاوبك أستاذ النجلاء على الاتنين أستاذ النجلاء ببساطة خالص عشان بس حتى نعالج الوسواس اللي عندنا أنت ما ندرتيش طيب نفترض أن أنت قلت لله علي أن أنا أتبح حقيقة لو أني ابني لما خلفتي هذا الولد لو قلت كده وما قدرتيش تعمل العقيقة خلاص عتطعمي عشرة مساكين خلاص يبقى أنت غاية المراد لو أني أنت قلت لله علي أن أذبح حقيقة وإنت ما قدرتيش يبقى عتطعمي عشرة مساكين خلاص ارتاحي بقى وهدي بالك عشان إحنا عندنا مشكلة أكبر إيه هي المشكلة الأكبر هو علاقتك بابنك ابنك دلوقتي هو صغير الأمر هيستفحل بعد كده بعد الشر يعني يعني احتمال كبير جدا جدا ابنك ما يعرفش تجوز احتمال كبير جدا جدا ابنك ما يعرفش يعيش حياته بشكل طبيعي لازم تسيبي ابنك يعيش حياته بشكل طبيعي هذا الخوف ممكن يأذيه مش ينفعه طب تعملي إيه؟ تسيبي ابنك يعيش حياته بشكل طبيعي واللي عندك ده لازم تعرفي أن أنت متدخلة دلوقتي في حفظ الله ابنك ده مش ملكك ابنك ده عبد لله فالذي يحفظه مولاه أليس الله بكاف عبده فأنت مش أنت اللي بتحفظي ابنك ده مولانا سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظه فبالضبط كده أنا عايزك تفهم الكلام اللي بقولك إزاي بالضبط كده واحد متشال على كفوف الراحة عنده ناس بتحمل عنه كل شيء وجي واحد ضعيف خفيف بيقوله أنا هشيل عنك كل ده ولا هيقدر يعمل حاجة ورزيك مين الذي يحمل ابنك الله فأنتي ما تسبيش وتتعلقي بحولك وقوتك حولك وقوتك مش هو اللي هيحفظ ابنك ابنك محفوظ بحفظ الله كل يوم كده استودعي ابنك في الله قولي له ولدي حبيبي أعلم أنني أحبك ولكن الله يحبك أكثر مني ولذلك أنت في معية الله وفي عناية الله قولي كده نفسك على الأقل كل يوم عشر مرات لغاية ما يهدى الحال اللي أنت عندك فيه ده وربنا يصرف عنك هذا الأمر أستاذة إسعاد تفضل الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حددك يا شيخ عمر فضل ونعمل الحمد لله دايما يا رب جزاك الله كل خير والله يعني أنت بتتعلمنا فيه يعني ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة الله يبارك لك يا رب الله يبارك لك الجزي خير بقول لك حدرتك أنا بكلمك نيابة عن أمي أمي أبوي الله رحمه متوفي من يجي ثمثة وعشرين سنة وإحنا ولدين وبنتين فتعبنا وفقينا في حياتنا كثير والحمد لله يعني كلنا متجوزين ومخلفين بس دلوقتي إحنا ثلاثة إخوات ظروفنا الحمد لله يعني مستورة وعندنا أخ كبير أخونا كبير ربنا ميسر له حاله وكرمه وميجي له من وسع لكنه ما بيساعدش حد طيب زاعد معلش قطع كلام حضرتك والدتي بتبقى مثلا ربنا مثلا ميديها حوشت قرش عملت حاجة فبتبقى عايزة تدي عيالها كلهم بتدي دا وتدي دا وتدي دا عايزة تدي عيالها الأربعة زي بعض وبعدين لا راحت راحت بقى فبتشوف أخويك كبير ده هوا ما بيديشي وكمان يا ربنا يهديله حاله ومراته مصرفة إصراف فضيع يعني أكل كتير بترمي بيأكل يا ست سعاد سيبينا دلوقتي من بيت أخوكي وخلينا دلوقتي في سؤالك سيبك من مراته دلوقتي ماشي افهمني بس هكمل حاجة ماشي السؤال هنا ايه قصدي ايه ان هي مثلا بتشوف ان هنا إصراف وتفذير فانا أستحر منها أنا أديلك وانت ترمي فانا أديلي المحتاج بعد إذن حضرتك يسأليني ما هو حضرتك السؤال هنا أنا أديلي المحتاج عيال الثلاثة المحتاجين ولا أديك زيهم وترمي أو ما ترميوش أنا مش هتحسب عليك ولا هتحسب عليك لو ما تتحسب هجاوب حضرتك يا أستاذ سعاد ربنا يسعدك وربنا بس أنا عايزك عشان دوا السعادة أحسن دوا في السعادة محدش يبص لطبق غيره محدش يبص خالص 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 لطبق غيره فبتسأليني هل أمك لو ودتكم كلكم زي بعض حتى واخوكي حاله ميسور وما فضلتكمش عليه يبقى كده عليها حرام لا أه والدتكم تتصرف في ملها زي ما هي عايزة ولذلك لأن دا ملها تتصرف فيه كما تريد ولذلك هي مش واجب عليها إن هي تمنعه وتتدلكم أما هو مصرف أو غير مصرف دا سؤال تاني هو اللي يسأله مش أنت اللي تسألي عنه يعني فكرة إن هو نمنعه لأنه مصرف أولا الإسراف دا أنت حضرتك اللي أنت شايفة دا الإسراف دا ولذلك أنا بقول لك إيه نصحت لحضرتك لأ ما تدخليش في مال والدتك لأن دا مالها ومش مالك ومش وملكيش حق فيه هذا مال أمك وهي التي تملكه فتتصرف فيك كيفة ما تشاء وليس من حقق إن أنت تتدخلي بالعكس برك بأمك بيقتضي إن أنت ما تفرديش عليها رغبتك في إن أنت تحصلي على مال أكثر منها بالعكس دا ليس من برك الوالدين إن احنا نتدخل في تصرفاتهم اللي هم بتصرفوها وهم بيتصرفوا تصرف حلال يا سادة أنا دنهاردة تكلمنا عن ظاهرة لابد أن هي ترصد في الدراسات الإنسانية والدراسات القيامية ودراسات المجتمعات وهي صناعة التاريخ صناعة التوحش هذا التاريخ اللي بيكتب الآن والتاريخ اللي بيوضع الآن عشان البشرية تنتقل إلى عصر اسمه عصر إيه؟ عصر إنتاج التوحش هيبقى عندنا إنتاج وفير من التوحش لو إن احنا ما وفناش كلنا لازم نوقف واللي احنا بنعمله في هذه البلد ومستمرين فيه إن احنا نوقف أمام هذا التوحش بكل الوسائل القانونية وبكل الوسائل اللي تفضل مليئة بالحكمة ومليئة بالنور ومليئة بالبركة هو دا الطريق وتعالوا نفضل مصرين على القيم والأخلاق مصرين على الرحمة مصرين على الجمال مصرين على الخير مصرين على العمران مصرين كمان على إن احنا نحافظ على الأرض والعرض لإني التوحش غبي والتوحش والعياذ بالله أعمى والتوحش لا قلب له يا رب اجعلنا دائما من أهل نصرة الحق واجعلنا دائما من أهل القيم والأخلاق واجعلنا دائما نسير بسنة حبيب الخلاق سبحانه وتعالى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلنا على خطاه اجعلنا دائما على قلبه الرحيم اجعلنا دائما على قلبه المتمسك بمحاسن الأخلاق والمتمسك بحفظ الأرض والعرض لأنها منحة من الرب يا رب العالمين اجعلنا من أهل السبات في كل وقت وحي